ننتقل مباشرة للورقة الثانية من الجانب النسائي ومع سعادة الأستاذ عيش محمد مدخلي وورقتها عن تقويم المتمركز حول المتعلم الأستاذ عيش محمد عبد مدخلي السيرة الذاتية معلمة بالابتدائية الثانية بشرورة عام 1416 وثم مشرفة تربوية بإدارة تعليم نجران انتقلت بعدها إلى جازان مشرفة صوف أولية بمكتب التعليم بصامطة والآن حاليا هي رئيسة شعبة الصوف الأولية منذ العام 1436 للهجرة حضرت العديد من البرامج والوزارية الداخلية والخارجية هي مشاركة بورقة عمل في اللقاء الوزاري صياغة الأسئلة الصفية عضوة في كثير من المجالس الاستشارية في مكتب التعليم بصامطة أيضا حضرة المنتدى الدولي في الرياض لها العديد من خطابات وشهادات الشكر والتقدير وصيرتها طويلة ولكن حسبنا ما ذكرنا الآن معك يا أستاذ عيش مدة خمسة عشر دقيقة تفضلي مشكورة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان الورقة التقويم المتمركز حول المتعلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد يعد التقويم أبرز أركان عمليتي التعليم والتعلم لأنه يركز على ممارسات وآداء المتعلمين ومعارفهم وقدراتهم وميولهم ويربط المدرسة بالحياة والبيئة والأسرة ولأهمية التقويم اهتم المختصون بعملية التقويم المتمركز حول المتعلم لأنه يحدد عدة خصائص عند الطالب وهي الخصائص النفسية والشخصية والعقلية للإنسان وما يتطلبه هذا العصر وفق التطور العلمي والانفجار المعرفي من أهداف هذه الورقة تنمية قدرات الحاضرين في مجال التقويم المتمركز 2- تكوين إيجابيات حول التقويم المتمركز 3- إشراك المختصين في التخطيط للتقويم المتمركز 4- الإلمام بالمفاهيم الأساسية حول التقويم المتمركز محاور الورقة أولاً مفهوم التقويم المتمركز 2- التكامل بين التقويم وأدواته وأهدافه 3- خصائص التقويم المتمركز حول المتعلم 4- أسباب تدني نتائج التقويم عند البعض 5- مفهوم التقويم المتمركز طبعاً ليس هناك تعريف محدد للتقويم المتمركز ولكن يشمل بأنه هو أن تتمركز عملية التقويم حول المتعلم وأن يراعى المتعلم عند بناء التقويم واختيار الأدوات المراد استخدامها أثناء التقويم وأهدافه وتنفيذه ثم قراءة نتائجه فالتقويم ينبغي أن يقيس التعلم الحقيقي ويسهم في تحسين المخرجات من خلال مصداقيته ووضوحه باختصار هو التقويم الذي يقبل عليه المتعلم ويدرك أهميته في تحدي معارفه ومهاراته وميوله ونشاطاته التكامل بين التقويم وأدواته لا بد أن يكون هناك تكامل بين التقويم والأدوات المستخدمة لأنها استراتيجية متكاملة التقويم والأدوات استراتيجية متكاملة وهو عملية منهجية تتطلب جمع البيانات من مصادر متعددة باستخدام ماذا؟ باستخدام الأدوات يستخدم أدوات متنوعة في ضوء الأهداف المحددة ينبغي الوصول إلى أدلة وصفية نستخدمها أثناء إصدار الحكم على المتعلم في مجال التعليم من خصائص التقويم أولاً الموضوعية نحن عارفين أن للتقويم عدة خصائص ولكن اجتملنا واخذنا المهم منها وهي واحد الموضوعية وهي صفة أساسية من صفات التقويم الجيد وضرورية لجمع أنواع الاختبارات بحيث تكون خالية من اللبس إذن يبجب أن يكون المحتوى محدد وواضح للطالب لكي يتم بعد ذلك تقييمه فيه ومناسبة لمستوى الطلاب ولا يكون هناك اختلاف في رأي الأشخاص حول الإجابة ويقف عليها ثبات التقويم وصدقه ثاني صفة من صفات أو من خصائص التقويم الصدق من خصائص التقويم الصدق أي أنه لابد أن يقيص الشيء المحدد أو الموضوع المحدد أو المحتوى المحدد ويحقق الأهداف الموضوعة ولا يتطلب أسئلة الذكاء يعني أنا أقيص المحتوى لدى الطالب ولا أطلم منه يكون عنده مستوى عالم من الذكاء وإنما يكون وفق المحدد أو المحتوى المعروض له ثالث خاصية من خصائص التقويم هي الثبات أي أنه يعطي نفس النتائج إن كان على نفس الأفراد وفي ظروف ذاتها أو ظروف مختلفة ويتأثر باختلاف القدرات والظروف المحيطة بالمتعلم إذن لا بد أن يكون النتيجة ثابتة كلما عرضت على أشخاص معينين فتعطي نفس النتيجة السابقة للتقييم لماذا يعتقد البعض أن التقويم نتائجه متدنية؟ نحن دائما نستمع أو إلى عبارات أن التقويم فاشل أو أن النتائج متدنية قد تكون النتائج متدنية لعدة أسباب واحد التقويم الصطحي التقويم الصطحي فطريقة التقييم عامل مهم في عملية التعلم فالمتعلمون يهتمون بالحفظ إذا كان تقييمهم ماذا يهتم بالحفظ ويفهمون إذا كان تقييمهم يهتم بالفهم وعادة الإختبارات تقييس قدرة المتعلم على الحفظ ولا تقييس على الفهم العميق والقدرة على البحث والتفكير إذن يعتقد البعض أنه نظام يؤدي إلى تدني المستوى إذا كان التقويم صطحي فقط اثنين بعض المعلمين أو المعلمات يركزون على الكم المعرفي مقابل المفاهيم عندما يحاول المعلم تقديم جميع معلومات الكتاب من الغلاف إلى الغلاف ليغطي المنهج يكون ذلك عائقا في إكساب المهارة يعني يقوم المعلم بعطاء المنهج أو المحتوى كاملا دون التركيز على ما ورد فيه من مفاهيم ومهارات وقيم محددة ثالث سبب التبسيط الزائد للأهداف أو تدني معايير التقويم تبسيط الأهداف وتجزئتها بصورة مفرطة يعود بالسلبية على التعلم ويفقد المادة قيمتها ويعتمد على التلقين الذي بدوره لا يعزز تخدام القدرات العقلية بفاعلية وبالتالي يؤدي إلى القفز المتدني للطالب وتبسيط الهدف يؤدي إلى تحويل العملية التعليمية إلى مجرد تنظيم مجموعة من المعارف وحشوها في ذهن الطالب وبالتالي اللجوء إلى التقييم الصطحي إذن التقويم نظام تعليمي ذو جودة عالية إذا استقام على التقويم الحقيقي وكان من أجل المتعلم وتجاوز المفاهيم التقليدية دور المختصين في التقويم المتمركز طبعا للمختصين دور بارز في عمليات التقويم ولكن نطمح إلى تنفيذ برامج وزارية تستهدف جميع الفئات لتوضيح آلية التقويم عقدت عدة برامج وزارية ولكن التقويم المستمر أو تقويم المتمركز لم تعقد فيه برامج وزارية للمعلمين والمعلمات تقنين عمليات القياس والتقويم في المرحلة الابتدائية وضع محكات خاصة في التقويم لذوي الاحتياجات الخاصة وصعوبات التعلم أن ينمي التقويم مهارات الاتصال والعمل بروح الفريق الواحد التقويم هو أحد أبرز المؤشرات الدالة على مدى جودة التعليم ومخرجاته وقد تجاوز المفاهيم التقليدية إلى التقويم الحقيقي من أجل المتعلم لأن هناك تشابك بين نظام التعليم وأدواته ومعاييره بقي من الوقت خمس دقائق وليس كما يعتقد البعض أن نظام التقويم فاشل فهو من الأنظم المعمول بها عالميا في كثير من المؤسسات إذن لا بد أن يكون هناك طبعا تداخل بين المفاهيم الثلاثة التقويم والمعايير والأهداف التوصيات الإطلاع على اللوائح والتعاميم الخاصة بالتقويم والإلمان بمصطلحات التقويم والقياس التركيز على المفاهيم والأفكار والمبادئ العامة عند التقويم أن يعتمد في التقويم على الدقة والمصداقية وتحقيق الأهداف ويراعي مهارات الاتصال أن يكون هناك تكامل بين الطريقة والمعايير والأدوات وتنمية المهارات أيضا نتمنى أصول هذه التوصية للوزارة بإذن الله تنفيذ برامج وزارية تستهدف المعلمات والمشرفات والمعلمين والمشرفين في التقويم المستمر الخاتمة التقويم من الأنظمة المعتمدة في عمليات القياس عالميا ويركز على جميع ممارسات المتعلم وقدراته ومعلوماته كما وضح الدكتور حاتم إن طبق طبعا بالطريقة الصحيحة وكان هناك تكامل بين نظام التقويم ومعايير وأدواته لأن طلاب اليوم يواجهون مطالب معرفية ومهارية تجبرهم على التعلم وكيفية الوصول إلى قاعدة معرفية صلبة ومهارات تمكنهم من مواكبة التطورات هذا وصلى الله وسلم على معلم البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شكرا للإنصاء شكرا للأستاذة عيش محمد مدخلي شكر لها خاصة أيضا بالتزامها بالوقت كانت ورقتها ثرية بأمر ينادي به التربويون دائما وهو التعلم المتمركز حول المتعلم هي أشارت إلى أن من أهدافها في هذه الورقة تكوين إيجابيات حول التقويم المتمركز حول المتعلم وإن شاء الله هذا الهدف يتحقق بإذن الله سبحانه وتعالى